فلنولي أنك نقلنا الله ونقل الإسلام والمسلمين من تقديس المكان إلى تعظيم صاحب الزمان والمكان رب العالمين سبحانه وتعالى عفوا فلنولي أنك قبلة ترضاها إيه ترضاها دي؟ ما قالش فلنولي أنك قبلة أرضاها بإفراده لنفس سبحانه وتعالى ولا قبلة نرضاها سبحانه وتعالى إنما قال فلنولي أنك يا حبيبي قبلة ترضاها أنت والله العظيم لو لم يرد في القرآن الكريم كله في تفضيل وتشريف وتكريم سيدنا النبي غير هذه الآية لكفت فلنولي أنك قبلة ترضاها وكأن الله يرضي حبيبه صلى الله عليه وسلم وكأن إيد عقيقة فلنولي أنك قبلة ترضاها بدون أن تسأل فولي وجهك شطر المسجد الحرام توجه يا حبيبي ناحية المسجد الحرام فولي يعني التجه وجهك يعني جسدك بس خص الوجه لأنه أشرف الأشياء في الجسد من ناحة المواجهة يعني فولي وجهك شطر يعني تجاه المسجد الحرام يعني إيه موضوع المسجد الحرام يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرام والحرم قبلة لأهل الأرض نترجمها يعني الجماعة اللي بيصلوا جوه المسجد الحرام ربنا يا وعدنا قبلتهم الكعبة زيك تلاقي الصفوف على مستوى الدنيا لها وضع والصفوف جوه المسجد الحرام في مكة المكرمة لها وضع خاص بتلاقي الصفوف في كل مساجد الدنيا صفوف ايه متساوية تمام كده متجهة إلى اتجاه واحد حتى في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما في الكعبة بتلاقي الصف في واغة دايرة كاملة حولين الكعبة دايرة كاملة دايرة كاملة وبتلاقي فيه المأمومين بيصلوا أمام الإمام ما هو لما الإمام يبقى مثلا يمت المقام إبراهيم كده بيصلي فيه ناس الناحة التنى بيصلهم يمت بين الحجر وبين الركن اليماني يعني وشه للإمام دي خصوصية للمسجد الحرام سبحان الله وعايز أقول لحضرتك كلمة فولي وجهك شطرة كلمة شطرة دي شين طهراء شطر يعني تجاه دي اتحلت لنا مشكلة جمدة جدا ايه؟ هي القضية يا جماعة في المكان وليس في المكين ايه المكان وإيه المكين؟ المكان اللي هو الأرض الفضاء طب المكين الشيء اللي شغل هذا الفضاء يعني لو جبنا قطعة أرض فضية يبقى دا مكان بنين عليه عمارة يبقى العمارة اسمها مكين المكان بتاع الكعبة فاضي اسمه مكان الكعبة نفسها أو البيت الحرام نفسه الكعبة ما هي يطلق عليها اسم البيت الحرام الكعبة اسمها مكين فيا ترى نتجه إلى المكان ولا إلى المكين لا إلى المكان بدليل أن حجر الكعبة تغير أكتر من مرة واخد بالك بدليل أن فيه في الحرم وفي المكة الناس بيصلوا في البدروم في أدوار سفلية تحت في البدروم بتاع المسجد الحرام أو في الفنادق المطلة أو اللي حول المسجد الحرام فبيبقى مش متجه للكعبة أصلا تحت في جزر الكعبة وفي ناس بقى في أبراج الساعة والأبراج الشهيقة اللي هناك بيصلوا فوق في البرج للعشرين والتلاتين والخمسين الله ده دول عدوا فوق الكعبة دول بيصلوا للهوى ما فيش كعبة إيه المعلومة قال لك فجو الكعبة كعبة إلى السماء السابعة وأرض الكعبة كعبة إلى الأرض السابعة يعني هاب لو الكعبة دي تشالت خالص الحجر عيازا بالله تشال برضو احنا متجهين مناش علاقة بالحجارة حيانا علاقة بالمكان ده وبالأمر بتاع الملك سبحانه وتعالى يبقى جو الكعبة فوقها كعبة إلى أن يشاء الله وتحت الكعبة وانت نازل في الأرض برضو كعبة صليت بنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم فولي وجهك شطر المسجد الحرم الجماعة اللي هو الكعبة يصلوا تجاه الكعبة بالضبط بدليل أن الصفوف دائرية طب اللي بر الجامع اللي في الفنادق بيتجهوا إلى المسجد ده اسمه الحرم طب خارج الحرمين بقى خارج بلاد الحرم بلاد مكة يتجهون إلى إلى مكة نفسها أم القرى وكلمة شطر يعني تجاه خدوا بالكم تجاه يعني ايه يعني أما كل ما تبعد الدائرة بتبعد 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 لحد ما بتلاقي ناس متجهين شطر الكعبة بس هم مش قصاد الكعبة ما هي الكعبة شوف كم في كم ما بنى كده طب فيه صفوف مثلا زي مساجد كبيرة جدا مسجد سيدن عمر بن العاص ومسجد الأزهر ومسجد مصر اللي بنى في العاصمة الإدارية والمساجد دي فيها صفوف وفيه مساجد أكبر من كده أنا بضرب يعني بضرب مثلا بتلاقي الصف أخذ أو يمين وشمال أكتر من حجم الكعبة نفسها يبقى أنه في أقصى اليمين وأقصى الشمال مش متجهين للكعبة إنه متجهين لإيه لتجاه الكعبة ركزهم وذلك أهل بعض أهل العلم قال لك الاتجاه إلى إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة عشان في بعض الناس يقول لك لازم تبقى أصاد الكعبة بالملة يبقى ما ينفعش يبقى الناس كلها مش هينفع تتجه إلى الكعبة بالملة وإلا كان في بعض المساجد بقى هيبقى الصفوف بتاعتها تغد نص دايرة كده نلف بقى عشان نبقى لا هي مش كده خالص أي نعم انت لو لفت على مستوى العالم هتلاقي الصفوف دائرية من فوق إنما زي ما إحنا تحت صفوفنا زي ما هي؟ وضربونا مثلا قالك الصفوف الطويلة جدا دي خرجت خارج نطاق المكين بتاع الكعبة نفسه فولي وجهك شطرة كلمة شطرة حلت مشكلة كبيرة جدا وبالمناسبة شطر يعني تجاه وأحيانا تستخدم إلى شطر يعني منتصف ولقد رأيته أخي يوسف وقد أعطيه شطر الجمال وبالمناسبة من باب التنبيه الاسم الفاعل منها أو بعض الناس قلوا إيه فلان دا لما يلاقوه شديد الزكاء وعنده يعني حاذق وعنده فهم عالي يقولك دا فلان دا شاطر دا كلمة خاطئة لأنه لما عدت تبحث في كلمة شاطر في اللغة لقيتها تدور حوله قطع الطريق شاطر يعني قطع الطريق يعني حرامي يعني سارق أو خبيث شديد الخبس أو اللي بعيد جدا عن الخير واللي قريب جدا من الشر الدولة الأموية والعباسية كانوا بيسموا قطع الطريق شطار الشطار يعني قطع الطريق وقولك فلان الفلاني كان شاطرا للطريق أو كان شاطرا ثم تاب شاطر يعني إيه قطع للطريق فمش عايز أسمح حد يقول فلان شاطر أنا عارف أن نيتك مش كده بس اللغة لابد أن تحترم يبقى شاطر يعني قطع الطريق يعني خبيث يعني بعيد عن الخير يعني قريب جدا من الشر حلو كدا وبعضهم قال يعني أعيا أهله في الأدب شكرا للمشاهدة